نجحت الصين بالوصول إلى القمر لتكون ثالثة دولة تقوم بهذه الخطوة حيث تمكن المسبار الفضائي شانج إي ثلاثة الذي يحرك عن بعد من الهبوط على سطح القمر وضعت عربة الاستكشاف بعد عدة ساعة على هبوط المسبار الفضائي على سطح القمر واستغرقت عملية انزال المسبار من ارتفاع 15 كم 12 دقيقة كما يمكن للمسبار ان يتحرك بسرعة تصل الى 200 متر في الساعة وزارت شخصية رفيعة مركز التحكم في بيكين من بينها الرئيس تشي جينج بينغ ورئيس الوزراء ليكي تشانينغ لرؤية عملية هبوط المركبة ويشكل هذا الانجاز التقني الذي لم تنجح في تحقيقه من قبل سوى دولتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق مرحلة مهمة في برنامج الفضاء الطموحي للصين ترجمة نانسي قنقر